ياهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة لسه خلصونا المباراة مصر تتعادل مع غانا اتنين اتنين في الجولة التانية من كأس الامم الافريقية دول المجموعات لسه زعانين شوية لسه حاسين ان احنا كنا قريبين لسه حاسين انه غانا كانت في المتناول متناول جدا يعني لسه حاسين ان احنا النهاردة يا انا تلات نقط وضيعنا المباراة اللي فاتت امام موزنبيك تلات نقط المنطقة والطبيعة كنا نبقى ست نقط الان مش نقطتين بس في حاجة كتيرة تزعل في حاجة كتيرة هنتكلم عنها فنية بس انا على عكس مباراة موزنبيك اللي طلعت وقلتلك انا مش هخش لك بفرح وسعادة وبطاقة ايجابية لاننا اللي عمنا بشكل سيء انا النهاردة نفس الامر مش هخش لك بنغمة احنا عندنا مشكلة احنا عندنا ازمة احنا عندنا كرسة احنا عندنا حوار كبير جدا في الاسلوب التكتيكي والفني لا هقولك ان دلوقتي اقدر اقولك ان منتخب مصر دخل كأس الامم الافريقية 2023 من 45 دقيقة تانية امام المنتخب الغاني بغض النظر عن النتيجة منتخب مصر النهاردة الشوت التاني هو ده منتخب مصر اللي احنا عارفينه هو ده منتخب مصر اللي احنا فاهمينه انسى المباراة الاولى امام موزنبيك انسى الشوت الاول امام غانا احنا منتخب مصر التاريخ سبع بطولات بتاع الشوت التاني امام غانا هي دي الروح اللي احنا عايزينها هي دي الروح حجازي وعبد المنعم هي دي الروح محمد حمدي وامام عشور وحمدي فتحي هي دي الروح بتاعت ريزيجي البطل لما ينزل هي دي الروح بتاعت اداء عمر مرموش نسخة المانيا هي دي الروح بتاعت مصطفى محمد هي دي الروح بتاعت مصطفى فتحي هي دي الروح بتاعت لعيب منتخب مصر آه ما وفقناش في الشوت التاني سجلنا هدفين ودخل فينا هدف في الشوت التاني وكان ممكن نسجل تالت ورابع لولا سوق الحظ ولولا حكم كان دمه تقيل النهاردة هتقول لي يعني ايه حكم دمه تقيل هقولك يعني حكم كان مموتنا ومكتفنا من الديئة الاولى تدخلات عنيفة من المنتخب الغاني كرات كان ممكن تتسابل منتخب بص يتعامل منها هجمات بيوقفها آه كرات فيها شك انها ضربت جزاء كرات فيها شك انها اهداف حكم سيء بكل المقاييس سيبك سيبك مش هتكلمك على حكم ولا هتكلمك على رتوبة ولا اي حاجة النهاردة منتخب مصر الشوت التاني اللي المفروض يهبط بدنيا بسبب الرتوبة اللي هي 80% وهي حاجة صعبة جدا وده حصل في مبارات موزنبيك لو تفتكر وحصل لكسير من المنتخبات ان الشوت التاني بيتضروا جدا منتخب مصر لعب بالقلب بالروح الحاجة اللي احنا مفتقدانها من اول البطولة حصلت في الشوت التاني قدام غانا علشان كده لو لقدر الله كننخسرنا المباراة دي في اللحظات الاخيرة لو كن نكسبنا او مكسبناش انا اتطمنت على منتخب مصر انه يقدر يكمل البطولة دي وانا هو وانت هو وبقولك وهنتكلم على اخطاء كتير انا عايف انت نفسك تسمع الحاجات اللي كان يمداياك زي انا كنت مداياه برضو من بعض الحاجات النهاردة بس انا بقولك من دلوقتي احنا هنكسب كافردي ونكملين شوية في البطولة ان شاء الله لحد النهاية وناخد البطولة الفايصل بالنسبالي ان الروح ترجع الحماس يرجع فيه منتخبات تتفوق علينا في بعض الاشياء النهاردة منتخب غانا على مستوى الارقام احنا تفوقنا عليه جملة وتفصيلا بس يا اخي كل هاجمة بيعملوها كل ما يوصلوا منطقة جزائنا تحس بالخطورة ليه رغم ان هم كانوا سيئين جدا بس العيبة بتعيدهم رجزة فيه كده ايه مفيش استعجال مفيش لغبطة كدوس تجي له الكرة عند منطقة الجزائي شوتها بدقة يجي ينسب له مساحة هو بيبقى مستني المساحة ثانية واحد سبت له المساحة مرتين مرة في الشوت الاول في نص الملع مضغطش عليه كويس شوت جاب جول والناحية التانية او الشوت التاني نفس الكرة سيب له المساحة مرة واحدة ليه لعيبة رجزة